اشتركوا في القناة اربع معادلات نوازنها الوضعية الاثماجية حول الاحتراق التام والغير تام لفحم هيدروجيني وضعية مقترحة بنسبة 100% ابنائي وفيها ايضا معادلة وموازنة معنى اشحال عنا معادلة عنا واحدة والربعة خمسة وهذه اللي هنا ستة ست معادلات كافية باش تفهموني درس معادلات بنسبة 100% ابنائي هذا النموذج راكم تشوفوا بليره شامل جدا فيه كل الافقار المقترحة لماذا لم يشترك في قناة استدحمية الفيزياء عليهم الاشتراك فيها وتفعيل سير الجرس ونبدأ على بركة الله التمانين الاول تماعا في الوثيقة المقابلة جيدا ثم اجب عن الاسئلة التالية لدينا وثيقة اذا هي عبارة عن ماذا هي عبارة عن تجربة لمعناها التحليق ربائل الماء لدينا ابناء وعاء فولتا كما نلاحظ فيه مصريين من الغرافيت او الفحم ووضع فوق كل مصر انبوب اختبار منكوس معناها مقلوب وضع فوق كل مصر وايضا لدينا ابناء داخل وعاء فولتا دلنا ماء مقطر وزدنا لها صودة لان الماء المقطر لوحده اللي ينقل تيار الصودة تختبر نوع من انواع الامنح مدنية حتى يصبح ناقل لتسير كهربائي لدينا بطارية ومصباح معناها ابناء الان بما ان المصباح تمتلاحظ بيها متوهج اذا ماذا نراحظ ان هناك معناها فقاعة غازية تتصعد على مستوى الامبوبين معناها تتصعد فقاعة غازية معناها الماء الان يتحلل وينتج عنه ناتجين وهما غازين الغاز الاول في الامبوب الاول والغاز الثاني في الامبوب الثاني السؤال رقم واحد ما اسم التجربة الموضحة في الوثيقة اذا مين تشوفوا وعاء فولتا ومصريين مباشرة تجربة التحليل الكهربائي تعوش للماء اذا نبدأ في الاجابة السؤال واحد اذا مباشرة تجربة التحليل الكهرباء للماء السؤال الثاني الآن ماذا تلاحظ علما أن الضار الكهرباء مغلقة قال لك مش قد يتلاحظ معناه لإقتعرب بالضارة راحة مغلقة أول ملاحظة على مستوى الضارة من سوهاش تواهج المصباح دليل على أن الماء مقطر زائد سوذا ناقل التيار ثاني ملاحظة على مستوى معنى الأنبوبين تصاعد فقاعات غازية معنى أنه ملاحظة كيف فقط وأيضا نلاحظ أن مستوى الماء يبدأ في التناقص تدريجيا هذه الملاحظة متسهلش أم نأي إذن السؤال الثاني اللي هو الملاحظة إذن شنقوله أول ملاحظة تواهج المصباح إذا ما كاش عنا مصباح ما نكتبوهاش تواهج المصباح ثاني ملاحظة تصاعد فقاعات غازية على مستوى ماذا؟ على مستوى أنبوبين اختبار أو على مستوى الأنبوبين ويبدأ ماذا؟ ويبدأ مستوى الماء الماء في التناقص تدريجيا أبنائي يبدأ يتناقصنا تدريجيا حتى ماذا؟ معناها حتى لما نخلوها مدسومة طويلة يبدأ ينقص تاريخ ملقاع ممتاز مواصل ثلاثة كيف نكشف عن نواتج هذا التفاعل؟ أبنائي هنعرفوا لأن هذا التفاعل كيميائي أكيد لأنه نتج عنهم جديدة كيف نكشف عن نواتج هذا التفاعل؟ كيف نكشف عنهم؟ بتقريب ماذا أبنائي من فوهة الأنبوبين؟ معناها نقص نقلع الأنبوب الأول والثاني ونقص نبلعين عليهم هكذا بالإبهام مصبوع تعنا باش الغاز ما يتسربش كيف نكشف عنهم؟ بتقريب عثقة مشتاعل نقرب عثقة مشتاعل عندي حالتين إذا حدثت فرقعة خفيفة دل على وجود غاز الهيدروجين وإذا زاد الاشتعال والتهاب دل على وجود غاز نائي الأكسيجين هذه تعرفها من السنة الثانية متوسط إذن سؤال ثلاثة إذن يتم يتم الكشف عن نواتج هذا التفاعل بوسطة ماذا؟ بتقريب عود ثقاب مشتاعل بتقريب عود ثقاب مشتاعل من فوهة ماذا؟ من فوهة الأنبوبين نقطتين منهود للسطر إذا حدثت ماذا؟ فرقعة خفيفة كنت شوفوا طريقة الإجابة معنى الإجابة يقدم منظمها هكذا فرقعة خفيفة دل على وجود أبنائي ماذا؟ على وجود نكتبها بلون مغاير غاز تنائي الهيدروجين والنجمون سموه غاز هيدروجين عادي غاز تنائي الهيدروجين لهو ماذا؟ عاش اثنين أبنائي سيطعفوا الصغة الكيميائية الآن إذا زاد اشتعالا أو توهجا إذا زاد اشتعالا أو توهجا إذا اشتعالا أو توهجا ولنجمون قولوا معنى أثقاب من قربوه معنى مشتعل يوشقوا عن انطفاء فيسدوا اشتعالا إذا زاد اشتعالا دل على وجود ماذا؟ غاز تنائي الأوكسيجين معنى عنا ناتجين إذن لهو أثنين ممتاز السؤال الذي يليه الآن أبنائي أربعة كيف أو أعبر عن التفاعل الحاصل بتحديد المتفاعلات والنواتج ركزوه قال لك المتفاعلات ما قال لكش المواد قبل التحول وبعد التحول المتفاعلات معنى لا نذكر إلا الأفراد المشاركة في التفاعل والنواتج عيانيا بالأنواع الكيميائية الأنواع الكيميائية تكون على المستوى العياني ونعبر عنها حرفيا أو بالأسماء ومجهريا بالأفراد الكيميائية معناها مجهرية معناها أمور تكون عمسة المجهرية وهي تكون إما ذرة أو جزئية صحيح بالأفراد الكيميائية ونعبر عنها بالسياق والرموز إذن كيف نعبر عن هذا التفاعل برسم جدول أبناء حذاري حذاري ثم حذاري لما تكونوا تعرفوا وترسموا هذا الجدول ضروري تكونوا تعرفوا وترسموا الجدول اللي قد نرسمها لكم الآن إذن نرسم له جدول جدول شافية أبناء فيه المتفاعلات والنوادج إذن هكذا ركزوا جيدا طريقة رسم الجدول وهنا أيضا قسمه على زوج هذا من السنة الثانية متوسط رأنا نرسمه فيه الجدول معنا سيركم تعرفوا وترسموه هكذا إذن هذا هو جدول أبنائي الآن شيء قد ندروا في هذا الجدول عندنا المتفاعلات تكونوا على اليسار المتفاعلات النواتج تكونوا على اليمين النواتج إذن السطر الأول نكتب فيه عيانيا بين قوسين بالأنواع الكيميائية معناه الثانية نكتبه مجهريا باش مجهريا بالأفراد الكيميائية بالأفراد الكيميائية نبدو الآن سهلا متفاعلات ماذا كان على لدينا المتفاعل أو متفاعل أو معناه الوحيد الذي شارك في تفاعله هو الماء السوضاء قلنا دلنا هنا فقط حتى يصبح الماء المقطنق للتيار إذن كان على لدينا ماء وهذه بروحة مؤسموها تجربة تحليكة رباية تعواجت على الماء إذن كان عنا ماء نحن قلنا مين كنا نقوله قبل التحول مين كان عنا تحول كنا نزيده زائد صوضاء هنا وصع قلنا مين ندخل في التفاعل تفاعل ندخل غير موحدة غير الأفراد ذاتي شاركة التفاعل فقط النواتج الآن شكرا عن أشاء ماذا نتجل لنا غازين لهم غاز ثناء الأكسجين زائد ماذا إذن زائد ماذا غاز ثناء الهيدروجين غاز ثناء الهيدروجين صح هذا عينيا نكتب الأسماء الآن الماء مجهريا نكتب معناه جزئة على الماء لهم السيغة تحم آش إثنان أو غاز ثناء الهيدروجين تولينا آش ثنين غاز ثناء الأكسجين تولينا أو إثنان وبهذا نكون قد نهينا الجدول شيء بسيط جدا هنا أمور بسيطة أبنائي نواصل خمسة أكتب معادلة هذا التفاعل ووزنها مع ذكر الحالة فيزائية للمتفاعلة النواتج قال لك تبلي معادلة ها رحنا للمهم رحنا للمهم الآن أبنائي نبغيكم الآن تركزوا معايا بنسبة 100% إذا فهمتوا لي الأسئلة الأربعة الأولى روح تضغطوا لي على زي العجاب في فيديو وقلوا لي بلي فهمنا أستاذ هكا باش نعرف بلي المعلومة يتوصل قلوا لي بلي فهمنا أستاذ وأيضا لي مازال بيشترك تلاميذ لي مازال بيشتركوا في القناة علي بلي شارك فيها وفعلوا زر الجرس أبنائي للفيزياء إذن المعادلة أبنائي المعادلة فيها طرفين الطرف الأول الذي علي صار المتفاعلات وطرف الذي علي من نواتج وبينهم نربط بينهما بسهم معنى غير هذو اللي ينفجدون هنا أكيد بالأفراد كيميائيا نعاود نحطهم هنا شكل عنا علي يصار H2O كان عنا الماء ماذا نتج عنه؟ غازين اللي هما H2 زائد O2 ها سهلا ومشي سهلا غير هذو عاود نكتبناهم هنا ثاني أمر لا ننسى الحالة الفيزيائية الماء كيف هي يكون حالته الفيزيائية؟ لكي تسائل بين قوسين نكتبها صغيرة هنا نكتبها تحتها نكتبها هنا غاصل الهيدروجين بين قوسين غازي غاصل الهيدروجين بين قوسين غازي صحيح الآن نبدو في الموازنة شا ندره باش نوازن الأبنائي؟ نكسب الذرات الموجودة في متفاعلات على اليسار والذرات الموجودة في النواتج على اليمين إذن شعرنا عنا H ذرة هيدروجين وذرة أكسجين هنا أيضا نفس الترتيبة لدينا 10 الأولا ندرها 10 هنا ف мной الأولا ودوما نوع الذرات يكون هنا العدد هو الذي سيختلف إذن شعر نعدي من ذرة هيدروجين 2 نكتب 2 شعر نعدي من ذرة أكسجين 1 نكتب 1 شعر نعدي من ذرة هيدروجين 2 نكتب 2 شعر نعدي أكسجين 2 نكتب 2 نجيب لون مغاير ها هو شبتهم لون مغاير باستعادنا ولا من أفضل نجيبه له وقع ما زمن نستعمله وقع نجيبه أخضر سأستعمل بالأخضر الآن أنا عندي هيدروجين 2-2 راه معناها الميزانة راه متعادل عندي الأكسجين واحد ومن ثمين وينها الطرف ليرة خاصة المتفاعلات ما هو العدد الذي أضربه في 1-2-2 هو 2 الآن هذا الرقم 2 يسمى معامل ستوكيوميتل أين أضعه أمام الجزئ الذي فيه O أو معناها ذرة أكسجين وهذا هو 2-O معناها غير معناها جزئ واحد إذن أضع الاثنان هنا الآن أبنائي هذه الاثنان هل لها علاقة بالأكسجين فقط ليلة إطالعة منه ولل عندها علاقة بالهيدروجين قادي تأضر الهيدروجين نعم إذن عملية 13 إثناني في إثنان كم تصبح 4 وانا رحTI عندي غيس إزروجين ولللي 4 وشطب وأضع الـ 4 معناها بعد القيام بعملية 13 ماذا أفعل أقوم بعملية الشطب إذن 2-2 4 وشطب وأضع الـ 4 صح الآن الهيدروجين ولا لي في متفاعلات ربعة وفي النواتج سوج شاندي الأستاذ نذهب للنواتج نضرب ثمين في واحد الرقم اللي قد يعطيني ربعة وهو ثمين اثنان في اثنان أربعة أين أضع هذا الاثنان أمام الجزء الذي فيه آش وهو آش نير أضعوا الاثنان هنا وأكون بهذا قد وازنت معادلة سهلا سهلا أيدوري لتوقع جام وودوقع دلولي جام الآن إذا كان عجبتكم طريقة رحوا دلوا إعجاب بهذا الفيديو نواصل التمرين الثاني لكم تقارعوا له موازنة معادلات أعطوني ربعة على المعادلات ما تهمني ش المعادلة تعيش يهمني حاجة واحدة نحرز الوحن أغيم يكون لدينا في الحوم هيدروجينية هذه لأننا لدينا ترتيب خاص ما تبقى أرتب كما تبغي واضح؟ نبدو بالمعادلة الأولى أبنائي ما نبغي نواصلها شاندير نجيب الورقة هذا الإجابة التاعي نكتب التمرين الثاني ها هو التمرين الثاني نوجد الورقة التاعي التمرين الثاني أعيد نقل المعادلة كما هي معناها بدون أي معناها أبناء تغيير حتى الحالة بزائية نقل المعادلة الأولى لدينا سي اي او سي او هي ذرة نوحاس والأو هي ذرة أكسيجين الحالة الصلبة زائد من نبغي نكتب نلزل شوية معناها في كل فرط كمية اللزو شوية باش إذا كان عنا معامل سكومتين نسيبوك نديرو إذن زائد سي صلبة ساهم سي او ثنين قاز سي او ثنين سي او ثنين زائد سي او معناها ذرة نوحاس صوليد معناها معدل نوحاس صح نكتبو الزرة لدينا الآن هيتبو معي الآن هنا سيديك ورقب ما يحتاج وهاش نقنع ذرة نوحاس ذرة أكسيجين ذرة كربون هذو هما ذرة لدينا نعم نفس الأمر سيسيبوه هنا بساعة التختيب لقى يكون كما ذرة هف بذياب حذاري ما لقش نخلط هنه ندير معناها باش نقرنو سي او سي شعان عندي هن ذرة نوحاس هنا يا عندي واحد والأكسيجين عندي واحد والكربون عندي واحد الكربون شعان عندي عندي واحد ركزوا معنا الكربون عندي واحد كيبعض التنامية شيف هنا سي وشوف هنا سي يحسبها واحد يحسبها الزوج لا هذه السيئي ذرة واحدة الحرف الأول بحجم الكبير والثاني بحجم الصغير الأكسيجين عندي اثنين والسيئي اللي هو النحاس عندي واحد صحيح عيارة روحوا الآن جيبوا لهم مغاير سعنة ها هو الآن واحد واحد متوازنة واحد اثنين الأكسيجين عندي في متفعلات واحد وهنا ثمين فاش نضربه هذا الواحد نضربه في اثنين بشاطين اثنين ونحط هذا الاثنان أمام الجزء الذي فيه او مين هجزء الذي فيه او إذن هو سيئي او إذن نضبر اثنين هنا هذا ثميني أثار لي على الأكسيجين فقط ولأثير عن النحاس داني أثير عن النحاس إذن دلوا عملت النشر اثنان في واحد هذه مشي ربعة هذي سيئي حداري هناها واحد اثنان في واحد اثنان وعندي واحد وشطي بالواحد وأضع اثنان هذا مكان الآن الكربون سيرها واحد وواحدنا سيديي بتوازنة ما نحاول شعرها الآن سيئي عندي في متفعل اثنين وعندي في النواتج واحد فش نضربها في اثنين اين اضح هذا الاثنان امام السي اي اذا هنا سيها راني وزنتها لعبة ولا بشي لعبة لعبة والله لك انما نلعب في لعبة اذا المعادلة التي لقوا هم يخافون منكم ماشيتوا ما تخافون منهم حذر المعادلة الثانية تعل احتراق التام لغاز ماذا اذا قلت لكم من تكون ثلاثة مث إث بروب فهنا نتعاكم في الدرس بروب معنى غاز بروبان هذا من شو ثلاثة غاز بروبان ولي فيها ربعة بوت معنى غاز بوتان الارقام معنى كين لغة معنى يقولون مث إث بروبوت يباش تعرفوا اذا هذا غاز بروبان واضح نكتبوا المعادلة ننقلوها اذا سي ثلاثة آش ثمانية في الحالة الغازية زائد أو ثنين اكيد في الحالة غازية سهم ينتج عنه الماء آش اثناني أو في الحالة السائلة يكيد زائد سي أو ثنين في الحالة الغازية هنا لو كان نروحوا نشوفوا باللي هذو هقلبينهم غي كيف 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 هيا نبدو على بركة الله نكتبوا الذرات ولكن هنا نحرج روحنا قلنا الترتيب لقي يكون ترتيب واحد اللي هو السي هي اللولى آش أو سي آش أو غير من يكون عن نفحم هيدروجيني تبعوذ الخطوات شح عندي كربون عندي ثلاثة هيدروجين عندي ثمانية أكسيجين عندي ثنين الآن قلت لكم هنا أكسيجين عندي ثلاثة واحد ثلاثة بشرة دوما في الاحتراق التام الاحتراق التامة لفهم هيدروجيني لماذا؟ هنشوفوا الآش مين هيا الكربون واحد ده هو والأكسيجين زوج زائد واحد رغم عنا من هو من زوج زائد واحد ثلاثة نجيبوا اللون المغاية ها هو اللون المغاية نبدو على مركتي الله سي منا ثلاثة منا واحد نضرب في ثلاثة ونحط ثلاثة أمام السي أمام السي أو في مين حطيتها قبل ما نروح ننشر نروح نسيد الزوجة شو وقت لكم هذي حالة خاصة عندي الآش من ثمانية عندي الآش من ثمانية فاش نضرب بش ننسب ثمانية في ربعة ونحط الربعة أمام الجزء الذي فيها آش لهو آش ني الآن مشروح الأكسيجين الثلاثة غادي تأثر على الأكسيجين والربعة غادي تأثر على الأكسيجين معناها العدد غادي يختلف معناها مين ندير النشر غادي يشطب على ثلاثة نحسبه أربعة في واحد كم أربعة نلقف أربعة في اليدية أربعة ثلاثة في اثنين ستة أربعة ونسيدها ستة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الستة والربعة شحال عشرة ثلاثة في اثنين ستة ونزيدوها الربعة عشرة إذن يولينا عشر ذرة أكسيجين سيهمتوها الآن أنا عندي عشرة في النواتج وعندي زوج المتفاعلات فلاش نضرب الزوج نضربها في خمسة الخمسة وين نحطها نحطها أمام الجزء اللي فيه أو إذن هو أو ثنين أضعوا الخمسة هنا معنى هنا في هذه المعادلة لا نحتاج لك قصر لأن العشرة عدد عشري وليس فردي كنت تقوم قصر نديروه من يكون عدد فردي المعادلة التي تاليه زاد آن زائد أو ثنين تعطينا زاد آن أو إذن ركزوا معي جيدا زاد آن زائد أو ثنين تعطينا زاد آن أو هذا الصوليد وهذا شو ركزوا معي أبنائي إذا فلنا نتأكدوا بالليرانة واسين ونشوفوا الحالف زائية صوليد غاز صوليد حذاري قد ترحوا تديروا حجم ريسانكم غاز صوليد زاد آن هو معنى معدن الزينك ما نكونوا في الصورة معنى معدن الزينك صح الآن نكتبوا الزرات الزا ذرة واحدة والأو ذرة لوحدها الزا ذرة واحدة والأو ذرة لوحدها شو عندي زاد آن عندي واحد أكتب واحد أكتب اثنان أكتب اثنان زاد آن واحد والأكتب اثنان هايش نديرو ننجيبوا اللون المغاير شو لو كانت تبعوذي طريقتها وتبدو تحلوه معايا ويبدي طريقة ما قديش شو تتسيبوه صعوبة قدينا نحط لكم رابط تحمل هذا الموضع في صندوق الوصفة نسيبوا وبراطنا مباشر تحملوا ودنوا محاولة فيه إذن واحد واحد متوازنة اثنين واحد إذن مننا عندي زوج ومننا واحد دونها لخاصها هذه المن فاش نضرب نضربها في زوج باش نتحصل على زوج ونحط هذا اثنين أمام الجزء الذي فيه اوه بسحنا نحطها جنة داخل حذاري هذا كع جزء واحد من جزء غيره نحطها قبله الآن هذه اثنين عندها علاقة مع الأكسيجين ولا عندها علاقة مع الزتان إذن غادي ندي العملية النشر معناها تجي عملية الشطم اثنان في واحد كم اثنان غادي تقول لي اثنان زاد آن عندي زوج درة زينك في النواتج وعندي واحد المتفاعلات نضرب في اثنان هذا الاثنان أين أضعه أمام الجزء الذي فيه زاد آن معنا زاد آنهية إذن اثنان ها هي المعادلة تعنا متوازنة المعادلة التي تحتاجها أخيرا آن ثنين غاز الأزوت زائد آن ثنين غاز غيروجين أعطينا آن آن ثلاثة كلها غاز إذن ركزوا معي نكسبها كما هي آن ثمين زائد آن ثلاثة تعطينا آن 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 ثلاثة معنا كل هذه الأفراد أو كل هذه المواد رائعنا في الحالة الغازية صحا نبدأ في الموازنة بنفس طريقة آن نقطتين آن نقطتين آن نقطتين آن نقطتين آن نقطتين شحال عندي معنا ذرة الأزوت هذين اسموها النيتروجين في الفرنسي ولهذا نأخذ الحرف معناها تاحة نيتروجين في الفرنسي و آزوت في الفرنسي هي اسموها آزوت في الفرنسي و نيتروجينيون أو نيتروجين باللاتينية لهذا نأخذ الحرف الأول يسميها باللغة اللاتينية إذن هذا إثنين وهذا إثنان آن رح لعنا واحد والآش رح لعنا ثلاثة نكبول لونه غير تعلم ثنين واحد من توازنا لا نضرب الواحد فاش في ثنين ونحطها أمام الجزء الذي فيه آن لهو آن آش ثلاثة إذن ثمين بصح هذه ثمين عندها علاقة الآن ولا تبدل للآش تبدل للآش عملي ثناشر إثنان في ثلاثة معنى جمهرها شطب إثنان في ثلاثة كم ستة تصبح ستة الآم عندي منا ستة في النواتج وعندي ثنين في المتفاعلات فاش نضرب هابش تولي لستة في ثلاثة ونحط الثلاثة أمام الجزء الذي فيه آش إذن هو آش نين أضعه من الثلاثة وأكون بهذا قد أنهيت المعادلات ننتقل الآن أبنائي إلى الوضعية الإذماجية شو الوضعية الإذماجية وضعية جد مهمة ركش معي يا قايا بينما كانت الأم تحضر الغذاء على موقع يشتغل بغاز الميثان سي أش أربعة غاز المدينة لاحظت بأن الأواني قد تلطحت بطابقة من الكربون أو ليحمون معنى أنها طابقة سوداء في الأواني وهذا شيء سلبي وأن اللهب أصبح لونه أصفر برتقاري أو أصفر هنا يا معنى في الصورة لونه أصفر فتبحص أحد أبنائها الذي يدرس في سنة ثالثة متوسط الموقع فوجد أن هناك إنسيدات في بعض الثقوب لتخلي الأكسجين ليدخل ولاحظ أيضا أن النافذة المطبخ كانت مغلقة التهوية قليلة جدا واحد ما سبب تغيير لون اللهب الموقع وكيف نسمي الاحتراق الغاز في هذه الحالة ما سبب تغيير لون اللهب إذن هو أن الاحتراق في هذه الحالة كان احتراقا غير تاما وهذا راجع لكون كمية معنى السبب كمية غاز الأكسجين الداخل للموقع قليلة جدا معنى كانت بقلة فكان احتراق غاز الميثان احتراقا غير تام هذه الإجابة عن السؤال الأول إذن سأكتب إجابة عن الوضعية في ورقة جديدة الوضعية الإدماجية السؤال رقم واحد أكيد إذن شكل لك إذن ما سبب تغيير لون اللهب الموقع وكيف نسمي احتراق غاز في هذه الحالة إذن نقول له سبب سبب تغيير لون اللهب الموقع هو أن احتراق غاز الميثان كان أو احتراقا غير تاما بسبب وجود أو دخول أو بسبب معنى قلة قلة غاز الأكسجين أو ثني الأكسجين الداخل للموقع الداخل للموقع معناها بسبب قلة غاز الأكسجين إذن لون اللهب يكون أصفر أو أصفر برتقالي صحيح من يكون احتراق غير تام نواصل عبر عن احتراق غاز الميثان في هذه الحالة معناها الاحتراق غير تام في هذه الحالة بتحديد متفاعلة في النواة تشكمتنا سابقا عينيا بالأنواع كيميائية ومجهدهم الأفراد كيميائية معناه ما نفعله في هذا السؤال ماذا نفعل؟ نرسم جدول نرسم جدول ولكن تاواج تعال احتراق الغير تام نرسمه جدول بسير سيداق علم سوف نرسمه ثم نرسمه بالمستارة حذاري أنا ربحا للوقت إذن هكذا عينبدا على بركة الله إذن ماذا لدينا هنا؟ المتفاعلات وهنا النواتج إذن عينيا بالأنواع الكيميائية مجهريا بالأفراد الكيميائية ممتاز نبدو أبنائي إذن ماذا كان لدينا في المتفاعلات؟ كان لدينا أولا غاز الميثان زائد ماذا؟ زائد غاز تنائي الأكسجين زائد غاز ثنائي الأكسجين الذي كان بقلة هذو شاوما هذو المتفاعلات ماذا كانت تجللنا في النواتج؟ نروح نرأي أكدو باللي رأينا في الاحتراق ماذا؟ الاحتراق الغير تام في هذه الحالة احتراق غير تام إذن هنا نجمو نكتبو التعبير عن الاحتراق غير تام نجمو نزيدو معنا نزيدو كما هك التعبير عن الاحتراق غير التام لغاز الميثان نجمو 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 نبينو باللي رأينا نديرو في الاحتراق غير التام أبنائي صح النواتج ينتجون لنا أربع نواتج الآن الناتج الرقم واحد ما هو؟ لهو الماء اللي ينتجوننا في الاحتراق تام غير التام الناتج الثاني ما هو؟ غاز ثنائ أكسيد الكربون هذا أيضا ينتج لنا في الاحتراق التام والغير التام زائد ماذا؟ غاز وحادي الغاز الخطير والسام القاتل الصامت أكسيد الكربون أخيرا الكربون اللي هو الطابق السوداء اللي معناها معناها شابتها أو لحموم اللي تلتخط بها معناها الأواني صحيح؟ إذن أربع نواتج الآن نروح نشوف معناها مجهريا غاز أوكسيجين أوكسيجين أو ثمين زائد غاز الميثان اللي هو الشكات أربعة الكربون اللي هو الشك كل واحدة ندرها تحتها حذاري زائد غاز أهدي أكسيد كربون سي أو الغاز الخطير هذا هو الغاز الخانق زائد غاز أكسيد كربون سي أو ثمين زائد الماء إذن وبهذا نكون قد نهينا الجدول السؤال الذي يا أبنائي اقترح حلا إذن اقترح حلا لتفادي حدود ذلك ما هو الحل شيء بسيط جدا ما إذن قال لك النافذة المطبخ كانت مغلقة إذن وقال لك باللي كان هناك انسداد بعض الثقوب إذن يجب علينا صيانة الموقع وذلك بمعنى تنظيف الثقوب معنى من الانسدادات وتهوية المطبخ بفتح النوافذ مثلا هذا هم الحلو الأبنائي بكل بساطة نعود إذن صيانة الموقد وذلك بتنظيف الثقوب من الانسدادات وتكون الصيانة دورية من ذلك ذلك وليس نخله على الظهر العمقع وأيضا تهوية المنزل بفتح النوافذ مثلا أو المطبخ بفتح النوافذ لديكتبتها صحي رابعا اكتب المعادلة المنمذجة معناها هذا ليس سؤال للتفاعل كمية الحادث بعد حل المشكل ثم وزنها شكرا لك بعد حل المشكل مرى من تحل المشكل بعد حل المشكل أعيد ما معنى بعد حل المشكل معنى وين يكون احتراق تام معنى من تروح تحل دير التهوية أبنائي هل هناك معادلة والموازنة في الاحتراق يتام لا مكاش منها إذا دهلك مؤسد معنى معنى احتراق غير تام سنة ثالثة متوسط خارج المنهاج وخارج برنامج هيا نبدو على بركة الله إذا السؤال أربعة هيا ديرو معادلة معنى غير هذا اللي رهم هنا معنى ولكن أبنائي نقلعوا سي و سي او معنى غدي يجينا زوس والح غدي يجينا هذا زائد معنى الغاز أكسيجين زائد غاز ميثان يعطينا غاز ونوكسيد احتراق التام صح عائل إذا سي ااش اربعة في الحالة الغازية أكيد زائد غاز ونوكسيجين في حالة الغازية أكيد ماذا ينتجو عنه سي او ثمين في الحالة الغازية أكيد زائد ماذا اثنان او في الحالة السائلة كيف نوازن فحم هيدروجيني نعم فحم هيدروجيني إذا ديروا سي او ترتيب قلت لكم هنا ديم سي اصطيب واحد زوج ثلاث ألف المئة في الاحتراق التام هنا قصية واحد الاش ربعة والأكسيجين ثمين نجلب لهم مغاير اي نروح نجلب لهم مغاير او لهم مغاير كربون متوازن الهيدروجين عندي ربعة منه 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 نضرب في ثمين ثمين في ثمين ربعة ونضرب ثمين ونحط هذا الزوج امام الجزء الذي فيه وهو ونكون بهذا قد وازلنا المعادلة وانهينا حل هذا النموذج المقترح والرائع ابناء اعيد اكرر اذا كان فهمت الحل او النموذج مئة بالمئة غير رح ديلي الان اعجاب الفيديو وكتب لي استاذ فهمت زيدنا نموذج اخر نتمنىكم التوفيق وستدد النجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته